أعزائي المشاهدين طابط أوقاتكم إليكم نشط الأخبار الخاصة باللاجئين والمهاجرين وفيكم بها وليد إلياس زار نائب رئيس الوزراء اليوناني تيرنسكويك مركز الاستقبال المؤقت للاجئين في إظوماني وصرح بأنه يتوجب على اللاجئين والمهاجرين أن يدركون إظوماني طريق مسدود ولا يوجد طريق آخر نحو الأمام بينما الحل الوحيد هو مراكز الاستقبال المنظمة وفيها سوف تستوفى شروط درس طلباتهم والقبول بها ذكر اللاجئون في مرفأ بيريوس أنهم يردون العودة إلى بلادهم فيما أكد العديد أنهم لا يعلمون أين يمكن أن يقدموا طلباتهم للعودة وأعلنت نقابة محامي بيريوس أن مجموعة من المحاميين المتطوعين مستعدون لمساعدة كل من يريد أن يعود إلى وطنه إليكم أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية مياه معدنية نصف لتر خمسين سنت وواحد فاصل خمسة لتر واحد يورو توست جبنة أو صندوش جبنة واحد فاصل خمسة يورو توست جبنة وديك رومي أو شاي واحد يورو فنجان شاي مثلج واحد فاصل اثنين يورو حليب طازج أو حليب طويل الأجل واحد فاصل خمسة يورو وعصير فواكه ميتين وخمسين ميلي لتر واحد يورو توقع قبراء الطقس والأرصاد في اليونان اليوم الخميس الوقع في 24 مارس أذار للعام 2016 أن يكون الطقس ممتر مع حدوث عواصف في المناطق الغربية والجزر الشرقية في بحر إيجا وتساقط الأمطار متفرقة في باقي المناطق اليونانية وتهب في بحر إيجا رياح جنوبية جنوبية غربية وبصرعة 7 و8 بفور وفي شمال غرب بحر إيجا تهب رياح شمالية غربية بصرعة 5 و6 بفور وفي البحر الأيوني تهب رياح عاطية بصرعة 7 و8 بفور على أن تنقفت صرعتها تدريجيا ومن المتوقع أن تكون حارة الطقس يوم غد الجمعة شبيهة باليوم محبوب رياح شمالية شكرا للمشاهدة